المخابرات المغربية فجأت العالم دارت واحد الأمر لما قدرت تديره المخابرات الألمانية والمخابرات الأوروبية أما فرنسا فرجعت خاضعة للمغرب وبغاية تصلح الخطأ وقبلات كل الشروط المغربية كذلك قد نتحدثو على الإقالة دي المدير العام التلفزيون الجزائري والسبب ديالها بطبيعة الحال هو المنتخب المغربي أخيرا متابعينا الكرام سوف نرى الصحف الفرنسية كيف تتحدث على المنتخب المغربي وشنو هي التوقعات ديالها هذه الأخبار ديالنا اليوم إذا كانت سمكت المواضيع أبقى معنا للآخر بشتعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام زوار موقع المهاجر كما أعودناكم دائما معكم زوفيا المرزوقي من قناتكم المفضلة قناة المهاجر أخي الأخبار وأخي المستجدد أول شيء بداية أسبوع موفقة للجميع وأنتمنى يا رب العالمين تكونوا في أحسن الأحوال ضعوا عبركاتي لها الإخوان بخبار مهم جدا للغاية هذا الخبار هذا اللي نتحدث عليه خاص بإنجاز عالمي قمت به المخابرات المغربية اللي غريب في الأمر هو المدة الزمنية اللي قضاة المخابرات المغربية باش تنهي مشكل كبير عند ثولة أوروبية كبيرة مثل ألمانيا فهذا الأمر اللي قامت به المخابرات المغربية خلال الأسهم ديالها تطلع وخلال المغرب يبان في واحد المكانة أرقى جدا مما كان عليه من قبل مع الاتحاد الأوروبي رغم أن الاتحاد الأوروبي كان عارف المكانة ديال المخابرات المغربية وذلك هو السبب نهيك على الدبلوماسية كذلك ديال المملكة المغربية القوية اللي خلال الدول الأوروبية تسارع باش تربط علاقات قوية مع المغرب الاستخبارات كما أكتلكم الإخوان المدة الزمنية اللي نهات فيها المخابرات المغربية واحد المشكل كبير وهي أسبوع مدة ديالأسبوع فهنا كانت تحديوه على المخابرات المغربية وانت تحديوه هذا المرة على مالي هادش يدوقع في مالي المنطقة ديال مالي والعلاقة ديالها مع فرنسا هادش يعلاش في الخبر الموالي غالنها تدروع على فرنسا اللي جات كذلك انها تصلح الأخطاء ديالها مع المغرب وقبلات انها تصلح الأخطاء ديالها وأهم خطأ هو الخطأ ديال التأشيرات اللي عندي لكم خبار اللي كيقول بان فعلا فرنسا غالت تنهي المشكل ديال التأشيرات على المغرب ولكن قبل ما ندوزل هذا الخبر هذا نكملوا أجدارت المخابرات المغربية في مالي مجلة دير شبيغل الألمانية هي اللي كشفت هذ الأمور هذي في تقرير حديث قالت أن المخابرات المغربية تمكنت من خلال عملية نوعية من الإفراج على أقدم راهينة ألماني اختطفتوا الجماعات المسلحة في مالي منذ أكثر من ربع سنين يعني كان ندروع لسنة 2018 أفريجة عن عامل الإغاثة الألمانية هو منقذ يعني عامل الإغاثة يعني منقذ اسمي تويورغ لانش اللي تختطف سنة 2018 غرب النيجر بفضل وساطة المخابرات المغربية ولم تنجح أي وساطة لإفراج عنه من قبل حيث كان خاطفوه يطلبون فيديا اللي خطفوه من الجماعات ذلك المنطقة هذيك كانوا يطلبون فيديا وكشفات المجلة لأن قبل بضعة أسابيع يعني كان ندروع إلى أسابيع قليلة عرضت المخابرات المغربية التوسط في هذه العملية بعد أن تمكنت من الحصول على دليل بأن الرهينة مازال حي يعني المخابرات المغربية عرفت الرهينة وعرفته بقي حي وعرضت الوساطة على ألمانيا وألمانيا طبعا قبلها لتلوساطة الشيء كامل هذا جاء من بعد العلاقات لتحسنات ما بين ألمانيا وما بين المغرب جاء به حي يرزق من بعد 4 سنين وهو مختاطف يعني وهذا الشيء هذا من غير هذا الإنجاز اللي قامت به المخابرات المغربية خلا الأسهم ديالها تطلع أكتر فأكتر والمصدقية ديالها تكون أكتر فأنكمل المعروف أن المعلومات اللي كتوفرها المخابرات المغربية سهمات مرارا وتكرارا في تجنب العديد من الهجمات الإرهابية في عدة عواصم هذا الشيء هذا كان يعني وقع من بعد ما دول الأوروبية اخذت اتقا ديالها في المخابرات المغربية نذكركم بعض الأعمال الإرهابية اللي كانت تترات في ألمانيا سنة 2016 في سوق أعياد الميلاد بيرلين في دو جنبير في دو جنبير 2016 لو كان كانت هيئة مكافحة الجريمة الاتحادية رسلت يعني المعلومات المهمة اللي توفرت عليها يعني المخابرات المغربية وقدمتها لها كنت جنبات ذاك الفعل هذا وكذلك ما ننسوش الأعمال الإرهابية اللي تترات في بلجيكا كون كانت يعني بلجيكا صغارة لمخابرات المغربية ما كانش غير يترات ذاك شي هاداك في المطار ديال بريكسيل فهذا شي هذا كامل خلاها الدول الأوروبية تحس بإنه فعلا هناك مجهودات كتقوم بها المخابرات المغربية وكل هاد دول هذي قدرات من بعد من بعد هاد شي هذا اللي تترات عنه 2016 وذك شي اللي تترات في بلجيكا وذك شي كامل قدروا هاد الدول هادو يكافحوا الجريمة الإرهابية يعني مع المخابرات المغربية بطبيعة الحال وقدروا يعني يوصلوا لمعلومات مهمة جدا والغريب في الأمر هو أن ذيك المعلومات هذه دقيقة جدا فهنا فش كنا نظروا على مالي يا إخوان كنا نظروا على واحد المنطقة اللي كنت فيها فرنسا مؤخرا شنو ترى في مالي السنة الماضية نمشاوا ضحية ديال أعمال الإرهابية سائقون مغاربة اللي كانوا كيسوقوا شاحينات مغربية شنو ترى من بعد من بعد دك شي هادك سمعنا مالي خرجات كتهدد فرنسا بأنها معلومات على أن فرنسا كتعم الإرهاب في المنطقة ويعني وموازاتا مع دك شي هادك كانت واحد لأزمة صامتة مبيل المغرب وفرنسا أنا مشي عندي يعني معلومات اللي هي حقيقية ولا صحيحة ولكن كنحاول نربط مبين يعني الأخبار اللي عندي يعني كين بزر دي الأخبار كتقول أن مالي فعلا عندها وشائق كتدل على أن فرنسا كتدعم الإرهاب في المنطقة شنو ترى في المنطقة مالي مغاربة اللي مشات الأرواح ديالهم يعني شنو يعني المخابرات المغربية قد ستدخل على الخط وبما أن المخابرات المغربية قدرت تحقق هذه النجاحات كاملة إلا والمخابرات المغربية عندها بزر ما يتقال بالأخص على الدول اللي كتدعم الإرهاب في المنطقة فمن استبعد أن المعلومات اللي وصلت لها مالي تقدر تكون وهذا واري جدا أن المغرب عنده اليد فيها ومن استبعد أن المغرب عنده بزر ما يتقال على فرنسا في المنطقة ديال مالي وهذا شيء هذا اللي خلاف فرنسا ترجع للمغرب رغما عن الإغراءات الإغراءات اللي قدمتها الجزائر من الغاز من هذا الشيء هذا كامل أول شيء نحن عارفين شنو هي الخطوط الحمراء ديال المغرب خطوط الحمراء ديال المغرب هي الوحدة الترابية والصحراء المغربية والرغبة ديال الجزائر في ذاك الإغراءات اللي كانت تعطي الفرنسا كانت هي تصويس داخل مجلس الأمن إذا رح تتوح لهم سأل الإخوان ونعاد ندوز نشوفوا الخبر الثاني قررت أنها تخضع فيها وتنهي هذه الأزمات هذه كاملة وجاية وزيرات الخارجية إن شاء الله بإذن الله سنقول لكم كل تفاصيل ولكن قبل أن تحتو على هذا الشيء هذا هنا سأعطيكم واحد مسألة مباشرة من بعد تصويس داخل مجلس الأمن كانت واحد الانفراجة في العلاقات ما بين فرنسا والمغرب بدنا كنسمعو كانت مكالمة هاتفية ما بين الملك وما بين إيمانو والماكرون شوية سمعنا أن فرنسا قد تبحث أنها تعين سافير جديد هو هذا اللي هن تحتو عليه ذبا حاليا شوية سمعنا أن وزير الخارجية الفرنسية جاية شوية سمعنا أن فرنسا بغا تحيد لأزمة دي التأشيرات اللي ما رفعتهاش على الجزائر إلى يومنا هذا وغادي نقول لكم شنو السبب اللي خلا فرنسا ما ترفعش تأشيرات لأزمة دي التأشيرات مع الجزائر هذا شي كامل غا نتحتو عليه هذا الخبر الموالي اللي غا نتضره فيه كما قلت لكم مرجعت فرنسا رغما عن الإغراءات رغما عن هاد شي كامل اللي دارته وهاد المناورات اللي دارته لدارته الجزائر باش تكون علاقات سيئة ما بين فرنسا والمغرب رجعت للمغرب فهنا خليوا مية علامة استفهام حتوطة بما أننا ما عناش معلومات يعني موتوقة اللي كتقول فعلا أن المغرب عنده شي حاجة على فرنسا ولا شد شي حاجة على فرنسا ولا كين شي حاجة بين المغرب وفرنسا اللي احنا ما عارفين هاش ما غديش نتحتو على هذا الموضوع هذا وغدي نخليه ولكن غنشوفوا كيفاش فرنسا على الأقل على الأقل ما نرجحه وأن فرنسا ما تقدرش تستغنى على يعني الشراكة الاستخبارات يديلها مع المغرب وحنا عارفين هذه المسألة كيفها كيف إسبانيا كيف ألمانيا كيف الدول الأوروبية كاملة وبالأخص مني الأسهم دي المخابرات المغربية بقى الغادية وكتلع را قلتها لكم سابقا لإخوان وقد تكون ديبلوماسية قوية وكين واحد الحاجة اللي ممكن ندرش عليها بزاف ديبلوماسية مزيان تكون قوية ومزيان تكون تكية ويكون تكاء ديبلوماسية عند البلاد ولكن كذلك را قلتها الاستخبارات اللي هي الدافع الأساسي ديبلوماسية را هي الداعم الأول ديبلوماسية هي الاستخبارات على تكون كي يقول الوزير الخارجية نوايا دي البعض الدول في المنطقة باش يقدر يفكر كيفاش يردع لهم والطريقة الدبلوماسية الحقيقية اللي كتجنب المغرب أي مواجهات عسكرية مع أي دولة كيفما بغت تكون إلا ما كانت واحد الاستخبارات اللي كتقرأ شنو جاي في المستقبل وفي الأخص سنف إشارة للجزائر وروسيا يعني بزاف ديال الحويش اللي كانت غضي التراف في المنطقة قدرنا نأكد لكم الإخوان بأن المخابرات المغربية عندها بزاف فيها ميتك لا تشعرش كانت واحد الحملة مسعورة وبالأخص هذه الحملة المسعورة بدأت ما بين جزائر وفرنسا بدأت من صحف فرنسية اللي هو يعني يعني أشعر قلت لكم أن الأزمة ديال فرنسا مع الجزائر التأشيرات ما تحيدات لأنه كون كان اقترحها مثلا الرأي الجزائري ولا فكر في الشعب دياله لأول متضرر من هذه الأزمة ديال التأشيرات كمدر المغرب وأول شروط دياله هو أن الأزمة ديال التأشيرات ما تبقاش كرة رفعتها فرنسا ولكن قدر دفع على التونسيين يعني ورفعت عليهم الحصار ديال التأشيرات ولكن ما دفعش على الشعب الجزائري لأنه آخر حاجة كتهم ديالك في ذيك البلاد هذيك على ما أظن هو الشعب الجزائري يعني الشعب الجزائري هو آخر من يلتحق ما كان شي مشكل مهم مضايق على المغرب مهم نخلق مشاكل المغرب مهم نضغط على المغرب ولكن الشعب رأتم مك مشكل ندير أولويات الأولويات يرتقب يتلقب المغرب وصول السفيرة الفرنسية أعتدر السفير الفرنسي الجديد في خطوة إيجابية من باريس لإنهاء أزمة صامتة بين البلدين فجرتها حرب التأشيرات التي راح ضحيتها الأهلاف من المهاجر المغرب وذكر موقع مغرب انتليجنس حسب مصادر فرنسية أنه من المرتقب أن يصل سفير باريس الجديد في 15 من الشهر الجاري مرفوقا بوزيرة خارجية كاثرين كولونا والتي تخصص في نفس الفترة زيارة خاصة إلى المغرب من أجل التحضير لقدوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وبحسب الموقع ذاته فإن الجانب الفرنسي يحرص على وضع أزمة التأشيرات في مقدمة جدول الأعمال بين وزيري خارجية البلدين وسبق أن أشارت مصادر متطابقة إلى تعيين باريس لكريستوف لوكورتي سفيرا لدى المملكة المغربية وهو رجل أعمال يسعى لملء فراغ ديبلوماسي صعب وإعادة ثقة لدى الشركاء المغاربة هذا هو اللي تحدثنا عليه سابقا المتابعين الكرام وهو كريستوف لوكورتي وهذا هو السفير اللي على ما أظن قد يأخذ مقرون للمغرب فالمغرب لا يخضعوش ولا يبوسوش الكتاف ولا يتدلوش باش فرنسا ترفع لأزمة قال هواسير الخارجية المغربي قال هذا أمر ديال فرنسا بغات هي حرة مسألة السيادة وكأن المغرب عنده ما يقول يعني المغرب عنده الطريقة لرد دياله بغات لأزمة إزمة 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 صامتة ما علقش لها المغرب سحبت السفيرة ديالها بطريقة مولتوية رد عليها المغرب بنفس الطريقة هنا قد نفهم الكلام ديال وزير الخارجية المغربي سابقا فاشقل لهم مغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس مغرب اليوم فعلا ماشي هو مغرب الأمس وكتبت لهم هاتشي هذا في جميع المجالات وجميع الميادين سحبتي السفيرة ديالك طريقة هذيك جاك الرد في غضون أسابيع لا أقل لا ولا أكتر جاك الرد في غضون أسابيع اترد السفير جديد ولا تعين سفير جديد غيتعين لك سفير جديد سالين هذي هي الطريقة ديال المغرب وهذا ورد ديال المغرب وهذا الشي هذا اللي كيشرف المغرب وكيخليهم يرفعوا رأسهم بطبيعة الحال كما تحددنا سابقا في مباشرات وفي عدة فيديوهات اللي تحددنا المواطن المغربي يجبوا ترجعون لقيمة دياله ماشي فقط ديبلوماسية ماشي فقط المخابرات نحن عارفين البلاد يجبوا تأخذ الوزن ديالها دوليا فالمواطن المغربي سيأخذ ذاك القيمة دياله فاش نين يخرج من البلاد يبقى الاعتبار دياله مصون ويبقى ويديروا ليه ألف حساب كما يدار لكل الشعوب وكل الدول طبيعة الحال لأن المغرب الدولة قدرت تفرض نفسها يعني في الآلم فهد شي علاش اللي باقي والمواطن المغربي ترجع ليه الكرامة دياله يرجع ليه ذاك القيمة دياله لأنه مواطن مغربي ويستهل كل احترام أينما حل وارتحل وهد شي هذا والعمل ديبلوماسية والعمل ديال يعني الناس بالأخص ديبلوماسية المغربية ونذكركم يعني بعض يعني الأمور اللي قامت بها المملكة المغربية مع إسبانيا مثلا نهرت من الاعتداء على أطفال داخل في جزر القناري تم استدعاء ديال السفير الإسباني في الحين وهد شي هذي الحركات اللي بغينا ديبلوماسية المغربية تقديرها مثلا تم اعتداء على مغاربة في فرنسا استدعي السفير يكون استفسارات يكون بشيبان بأن داك المواطن هذك ره غالي ومشي يعني رخيص على بلاده في المكان يعني أي حاجة أي تجاوزات أي أمر ترى مع أي مواطن المغربي في أي بلاصة في العالم بيقاع الأرض يكون واحد تدخول ديبلوماسي ويكون يعني صرامة في الكلام باش يضربوا الحساب للمغربي قبل ما يتعاملوا معاه وندوزوا الخبر الموالي متابين الكرام ونغل نتحدثوا على الإقالة دي المدير العام للتلفزيون الجزائري سبحانه العظيم جزائري كتعطي الدليل والحجة يعني كل نهار كتشتاغل وكتشتهد باش تبين الإخوان العرب على أنها فعلا دولة اللي ما كتحملش شي حاجة مغربية في الوقت اللي العرب كاملين والإداعات العربية كاملة فرحانة كتحتافل المقدمين المغاربة المقدمين دي البرامج العرب والمعلقون العرب ما عذا اللي جاي من دي الدولة اللي هك ركشتوا أشغل هذك اللي كيخدم نيت في الجزيرة قال لك سيدي هو أبغى البرتغال والبرتغال دولة اللي سبحان الله العظيم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم قال لك البرتغال دولة عندها فريق عنده إمكانيات فريق يعني عنده وعر يعني فريق مهم علينا احنا فالرد كان جاوبوه الأبطال وسود المغرب وسود الأطلس وسود دينا جاوبوه فسأروا وسط الملعب تلفزيون الجزائري بعد أن سمح ببث خبر تأهول المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم بعد أقل من سنتين على تعيينه تمت إقالة المدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لونكل بسبب ما قيل وفق معطيات إعلامية إنه خطأ جسيم بعد أن سمح بإذاعة خبر تأهول المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على المنتخب برتغالي بهدف لصفر في ربع النهائي في البطولة التي تجري في قطر وأنهيت مهام شعبان لونكل بعدما يزيد عن سنة ونصف في مبنى ساحة شهداء حسب ما أكدت صحيفة الشروق المقربة من الجيش الجزائري هذا وأشرف وزير الاتصال محمد بو سليماني أمس الأحد على تعيين نذير بو قبس مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري وسبق لنذير بو قبس أن شغل منصب مدير الأخبار بيان لوزارة الاتصال وكانت وسائل الإعلام جزائرية قد مارست تعتيما غريبا على نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم بل كانت تتفادى ذكر فوز أسود الأطلس وتدع في نشراتها الإخبارية المنتخبات التي لعب معها المنتخب المغربي ونتائجها دون ذكر من أخرجها من المنظر وكانت تقارير فرنسية تتجاهل وكانت تقارير فرنسية تقول أن تجاهل وسائل الإعلام جزائرية للنتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 التي تجري حاليا بقطر مصدره قصر المراضية الذي وجه تعليمات صاريما لتلك المنابر من أجل تفادي الإشارة إلى أي معطى قد يحسب على أنه نقطة إيجابية لصالح المغرب على اعتبار أن الأمر يتعلق بعدول الدولة الجزائرية سبحان الله العظيم زيما صراحة قد ممكن يعرفون كورالة رياضة روح رياضية لتشيح هذا شيء مؤسف إخوان ماشي مضحك صراحة هناك نفهمه بأن الدولة فيها ضغط صعيب على الناس لاحس العوان الناس اللي يتماك فالشيء مدير قناة مجرد أنه ذكر اسم المغرب يتم الإقالة ذياله هناك نعرفه حرية الرأي والتعبير في ذكر البلاد هذيك كيفاش دائرة بدون تعليق بلا منزيدون على القكتر الخبر وهذا فهنا سوف نفهمه يعني واحد زائد واحد يسوي اثنان ونفهمه السبب الذي يجعل الناس لا يستطيع تضرع المغرب وما نسبعت أن الناس تخاف تحتفل في الشوارع بالفوز المغرب غير باش ما يوقع لهم مش مشاكل واندوزو أخيرا متابعين الكرام باش نختم الفيديو ديالنا أن تحتو على الصحف الفرنسية كيف اشتفاعلت مع تأهول المغرب إلى نصف النهائي وشنوية التعليق ديالها نشوف بعض الصحف مثلا نهضر على الصحيفة الفرنسية يعني مثلا نهضر على اليومية الرياضية اعتدر ليكيب قالت أن انتصار المغرب في ربع نهائي المونديال يعد بمثابة انتصار لكل إفريقية مضيفة أن فوز أول بلد في القارة من القارة الإفريقية في ربع نهائي المونديال يعتبر فوزا للجميع وأشرت يوميا إلى أن المغاربة أصبحوا أبطالا بلا حدود مسجلة أن موجة الفرح عمت قارة بأكملها هذه القارة المهوسة بالكرة المستديرة وإنجاز أسود الأطلس سيبقى محفورا في القلوب إلى الأبد وأضافت أنه في مواجهة البرتغاليين الذين أثاروا الإعجاب في الجولة السابقة بتغلبهم على سويسرا واحد أظهر المغرب مرة أخرى صلابة دفاعية رائعة حيث أصبح أفضل دفاع في البطولة تم تسجيل فقط هدف واحد ضده مسجلة أن تشكيلة وليد الرقراقي كانت عليها أن تلعب بدون نيف أكرد ولا ناصير مزرعوي علاوة على إصابة القائد رومان سيس في الدقيقة 57 ما يقولون هناك يقولون رغم أن تشي هذا كامل قاضية صحابة يعني الفرنسيس وهم قاسين يخمموا كيفاش يتعاملوا مع المغربي لكان يعني رومان سيس خرج دقيقة 57 ونيف أكرد وناصير مزراوي ما كانوا حاضرين يعني يوجدوا رسهم من جانبها أشارت لفقارو إلى أن يوسف النصيري صاحب هدف تأهول المغربي أصبح بطل أمة دخلت تاريخ المونديال وكان يقولوا اليوسف النصيري أنت بطل وما يهمكش الهدرال اللي تقالت من قبل وراها المغاربة غير كي يبغيوا البلاد والسلام يعني انتارك مغربي حر ذاك القفزة اللي قفزتي تتخذ يعني تعدات قاع لأبطال دي العالم خليتي رونالدو كريسيان ورونالدو بطل عالمي كي يستغرب فين وصلتي في السمه فتحية كبيرة لك واعتبرت صحيفة أنه لم يكن لدى مهاجم إشبيلي العديد من الفرص فقط استطاع اغتنام الفرصة الصحيحة يعني فجتوا مزق الهاش وهذا ما سيتذكره الشعب المغربي وعالم كرة القدم مضيفة أنه إذا كان الفوز يتطلب هدفا بالتأكيد فإن الأمر يتطلب كذلك حارس مرمى ممتاز حتى لا يخسر المنتخب وسجل المصدر أن حارس المرمى ياسين بونو أصبح أحد مهندسي هذا الإنجاز بأداءات رفعة المستوى معتبرا أن بونو الذي دائما يكون هادئا ومطمئنا خفف العب على دفاعه في عدة مناسبات من خلال استبعاد الخطر كنقول من هنا حد سعيد للمنتخب المغربي كنتمني يعني الفوز للمنتخب المغربي غذي يكون ماكرون حاضر كنتمنا كنتمنا المنتخب المغربي يفوز إلى مفاش غيبقى فائز دائما في قلوبنا وإحنا عارفين بطل وغيبقى بطل ديال إفريقيا بطل ديال العرب بطل اللي رفع يعني الرأس ديال العرب كاملين كما كانت نتيجة الشباب قتلوا وجابوا ورفعوا الرأس المغاربة عرفوا ببلادهم بواحد طريقة صحيحة واحد طريقة زوينة اللي خلتنا احنا بالأخص المهاجرين اللي كانوا يشوف الخارج أننا رفعوا الرؤوس ديالنا شرف كبير كنشكركم متابعينا الكرام والدعم ديالكم والحضور ديالكم متأم معنا كنشكر كل من دخل وعطنا إعجاب ولا بارتاج ولا أي حاجة دارها مع القناة لكي تستمر وتشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور تكون دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله والسلام عليكم